بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن تعينا من توزيعات المعاينة للفرق بين متوسطي عينتين النهاردة إن شاء الله بنبدأ درس جديد وهو توزيع المعاينة للنسبة نوضح في مالي المتوسط والتباين وطبيعة التوزيع الاحتمالي لنسبة خاصية ما في العينة واللي سنرمز لها بالرمز بيهات بفرض أن لدينا مجتمع ما وأن بعض مفردات هذا المجتمع بتتوفر فيها صفة أو خاصية معينة نسبة هذه المفردات حنرمز بالرمز بيه فإذا سحبنا عينة عشوائية من الحجم إن من هذا المجتمع وكان عدد من يتصفون بيه زي الصفة في تلك العينة هو اكس بالتالي بنحسب البيهات اللي هي النسبة في العينة عن طريق قسمة عدد من يتصفون بيه الصفة على العدد الكلي للعينة تمثل هذه النسبة نسبة المفردات ذات الصفة المذكورة في العينة المسحوبة من ذلك المجتمع بنحصل على توزيع للنسبة ومعالم هذا التوزيع بتكون عبارة عن الـ الأكسبيكتت باليهات أو القيمة المتوقعة أو متوسط النسب حيبع عبارة عن ميو بيهات بيساوي بيه اللي احنا بنجيبها من المجتمع أو بتساوي أو متوسط نسب العينات حيساوي النسبة في المجتمع بينما التباين حيساوي بيه في كيو على إن الكيو هي المكمل للنسبة بي إذا أردنا حساب الانحراف المعياري للبيهات حيكون عبارة عن البي في الكيو على حجم العينة إن بس كل الكلام هذا تحت الجزر وذلك عند إن أكبر من أو تساوي 30 يعني حجم العينة بيكون كبير يبقى بيهات اللي هو النسبة في العينة تتبع فولو نورمل بتتبع توزيع طبيعي بنسبة أو بمتوسط يساوي النسبة في المجتمع وتباين يساوي سجما تربيع بيهات تباين النسبة الخاص بالعينة اللي زي ما قلنا بيتحسب عن طريق ضرب البي في الكيو والقسمة على حجم العينة إن ملاحظة هامة عندما يكون المجتمع محدودا والمعينة بدون إرجاع ما ننساش إن إحنا بنضرب في معامل التصحيح عند حساب لانحراف المعياري مثال لاحظت إدارة الجامعة أنه في عينة من 100 طالب 40 حصلوا على شهادة التميز خلال دراستهم إذا كانت نسبة الطلبة الذين يحصلون على تلك الشهادة داخل مصار معين هي 9 من 10 وجد المتوسط المتوسط والتباين للنسبة طبعاً كلنا شايفين إنه الن بتساوي 100 أي أكبر من أو تساوي 30 حجم المجتمع الن كبير لأنه بنتكلم على الطلاب اللي موجودين في الجامعة بالكامل بحيث إنه الن على الن الن الصغيرة اللي هي حجم العينة 100 على حجم المجتمع بالكامل هيكون أقل من 5 من 100 وبالتالي المتوسط ميو بي هات هيساوي المتوسط داخل المصار اللي هو 9 من 10 بي هات إذا أردنا حسابها اللي بتمثل المتوسط فيها تساوي اللي هي بتمثل النسبة فيها العينة 40 على 100 بتساوي 40 من 100 بينما إذا أردنا حساب التباين سجمة تربيع بي هات هيساوي بي في كيو على إن البي كانت بتسعة من عشرة في المكمل اللي هو واحد من عشرة على حجم العينة إن بيساوي 100 إذا الناتج عندي تسعة من عشرة في واحد من عشرة على مية يساوي 0.009 مثالة آخر مجتمع مكون من القيم 1 2 3 4 إذا تم سحب كل العينات الممكنة من الحجم إن بيساوي 2 إذن حجم المجتمع إن بتساوي 4 حجم العينات إن بتساوي 2 المطلوب إيجاد التوزيع العيني للإحصائية بي هات والذي يمثل نسبة ظهور الرقم 4 في العينة في حالة السحب بإرجاع 2 إثبات أن المتوسط والتباين للتوزيع العيني للإحصائية بي هات هما على التوالي ميو بي هات بتساوي بي سجمة تربيع بي هات بتساوي بي في كيو على إن الحل زي ما قلنا قبل كده إنه حينما يكون عندي حجم المجتمع إن الكبيرة وحجم العينة إن الصغيرة فإن عدد العينات التي يمكن تكونها في حالة الإرجاع هي عبارة عن إن وس إن أي أربعة تربيع بتساوي 16 هنأخذ العينة الأولى هتتكون من واحد وواحد لإنه بقول إنه السحب بإرجاع فإذا سحبت من هذا المجتمع القيمة واحد سأقوم بإرجاعها مرة أخرى وهناك إمكانية لاختيارها في المرة الثانية ثم واحد اتنين واحد ثلاثة واحد أربعة وهكذا كل رقم يجي مع توليفات أربعة في أربع أرقام يكون عندي العينات 16 زي ما موجود في الجدول التالي واحد 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 اتنين واحد تلاتة واحد أربعة ثم أبدأ باتنين اتنين واحد اتنين واتنين اتنين وثلاثة اتنين واربعة ثم العينة رقم تسعة تلاتة واحد تلاتة واتنين تلاتة 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 واربعة ثم العينة رقم 13 تبدأ برقم 4 و 1 والتوليفات الأخرى معها 4 2 و 4 و 3 4 و 4 لو لاحظنا هنا هو يبحث عن العينة الموجود بها الرقم 4 العينة الأولى ليس بها الرقم 4 وبالتالي نسبة ظهوره 0 العينة الثانية نسبة ظهوره 0 العينة الثالثة غير موجود نسبة ظهوره 0 العينة الرابعة موجود مرة واحدة من مرتين او من قيمتين اذا 1 على 2 بتساوي نص وهكذا لبقية العينات الموجودة عندي حتى نكون جدول التوزيع بالكامل لل 16 عينة ناخد مثال كده 4 و 1 ظهور الرقم 4 ظهر مرة واحدة القيمة تكون عندي او النسبة بتساوي 1 من 2 يبقى نص 4 و 2 يبقى واحد مرة واحدة من 2 يبقى نص 3 و 4 بينما 4 و 4 ظهرت مرتين من المرتين اذا النسبة 2 على 2 بتساوي واحد لو نلاحظ مع بعض قيم النسبة قيم النسبة قيم النسبة في العينات ال 16 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 اذا عددهم 9 النص 1 2 3 4 4 5 6 اذا اذا ظهرت 6 مرات مجموعة الاحتمالات زي ما احنا عارفين لابد ان يساوي الواحد الصحيح هنستعرض مع بعض في الدرس القادم كيفية ايجاد خصائص او معالم هذا التوزيع من حيث المتوسط والتباين اشتركوا في القناة